راح تموت كورونا يعني إذا حطيناها على درجة حرارة عالية وهل الشمس وصيف العراق هذا يقدر يخلصنا من كورونا؟ يعني ممكن درجة الحرارة اليوم وارتفاع درجة الحرارة تخلصنا من هذا الفيروس يموت الفيروس بالشمس مالكنا لو لا هذا اللي كان يعني الناس تعول عليه أعتقد بعد هذا التقرير راح نغير رأينا احنا بهذا الموضوع الشمس ودرجة الحرارة ما تموت كورونا نتابعوا لنا عودة قامت مجموعة من العلماء الفرنسيين من قيادة الأستاذ في جامعة إكس مرسيليا ريمي شاريل بتعريض فيروس كورونا الجديد الذي يتسبب بوباء كوفيد 19 إلى درجة حرارة بلغت الستين مئوية لمدة ساعة ووجدوا أن بعض السلالات لا تزال قادرة على التكاثر حتى في ظل هذه الحرارة المرتفعة ووفقا للتجربة كان على العلماء تقريب درجة الحرارة إلى درجة الغليان تقريبا لقتل الفيروس تماما ويعتقد العلماء أنه ستكون لنتائج هذه الدراسة آثار على سلامة تقنيين مختبرات الذين يعملون مع الفيروس وهناك طلب متزايد في جميع أنحاء العالم لإجراء اختبارات على فيروس كورونا الجديد ولكن كان لابد من تنفيذ بعض الأعمال في مختبرات أقل حماية الأمر الذي يعرض الفنيين في هذه المختبرات مباشرة للعينات ما يتطلب تعطيلها قبل المزيد من المعالجة وبالنسبة لفيروس كورونا الجديد قد تكون درجة الحرارة هذه كافية للعينات ذات الأحمال الفيروسية المنخفضة لأنها يمكن أن تقتل نسبة كبيرة من السلالات إلى أن ذلك قد يكون خطيرا على العينات التي تحتوي على كميات عالية من الفيروس وفق الباحثين اشتركوا في القناة